تحية العز، تحية الكرامة إلى نساء ورجال التعليم في ربوع المملكة الحبيبة تفاعلاً مع مخرجات اليوم بين الحكومة والنقابات نقول بشكل صريح بأن هذه المسرحية مكشوفة ومناورة ملغومة نحن نساء ورجال التعليم خرجنا من أجل سحب النظام الأساسي وزيادة المعقولة واسترجاع كافة الاقتطاعات والاستجابة الفورية لكل الفئات وإدماج المفروض عليهم التعاقد وأي حوار لا يلبي هذه الشروط فهو مرفوض 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 ومخرجات اليوم عشر دجنبير ما هي إلا زيت أضيفت للهيب حارق إخوتي بهذه المخرجات نكون قد انتقلنا من نضال أصغر إلى نضال أكبر إما أن نكون أو لا نكون إخوان الأساتداء أخوات الأستاذات خرجنا من أجل كرامتنا وعزتنا أما الفتاة فلا نرضى به لأننا أصحاب كرامة ونخوة ومبادئ أعلننا منذ البداية أن النقابات لا تمثلنا وأن كل حوار لم تشارك فيه التنسيقيات المناضلة ميدانيا التنسيقية الموحدة لهذه التدريس وأطور الدعم التنسيق الوطني التنسيقية الوطنية لأساتد التنوي التهيلي إذا لم تشارك هذه التلاتة في أي حوار فهو حوار أجوف فارغ لا يعنينا ولا يلزمنا عش عزيزا أو متكريما بين طعن القناة وخفق البنود إما أن نكون أو لا نكون مسيرة النضال مستمرة وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال دمتم صامدين